لكن القضية لها بعد كثيرة من وجهة نظر أطراف الصراع و أطراف الحرب فيما لها بعد إنساني ببحث يعني يطل كل كل مناحي الحياة لدى الملايين بالنهاية ينظر أطراف الحرب إلى بعض المصالح المرتبطة بالحرب ومصالح أيضاً اقتصادية ما بعد الحرب تتصل المسألة من وجهة نظر البعض بمنافذ دمركية بتقسيم عملة أيضاً بقضية الابتزاز السياسي وقضية أيضاً للمناورة والمفاوضات مع أن القضية إنسانية بحتة ومن المساب حتى أنها تكون محل تفاوض لأنها بالنهاية حق الطريق حق الوصول إلى الغذاء الدواء حق الوصول إلى الأحباء والأقارب ومن لهم صلات اجتماعية هذه الأصل إن خارج كل تفاوض فقط كل تفاوض